الراديو 9090 هواها مصري زي النهاردة 13 يناير 2019 سنة 1908 أصبح الفرنسي هانري فارمان أول طيار في أوروبا يقوم بجولة قصيرة بمسافة كيلو متر واحد بالطائرة ويرجع لنفس النقطة اللي انطلق منها زي النهاردة 13 يناير 1930 ظهرت سلسلة أفلام الكارتون الشهيرة جداً ميكي ماوس النهاردة 13 يناير هو عيد ميلاد أروائي الكبير بهاق طهر اللي حصل على جيزة الجيزة العالمية للرواية العربية سنة 2008 عن رواياته واحد الغروب وحصل على جيزة الدولة التقديرية في الأداب سنة 98 ومن أشهر مؤلفاته قالت ضحى خلت صفية والدير أبناء رفعة الحب في المنفى نقطة نور وغيرها من الأعمال ما بين الروايات والمجموعات القصصية الروائي بهاق طهر التبرع بقطعة أرض كان ورثها عن أهله في الأقصر وتم إنشاء قصر ثقافة عليها بيحمل اسمه وتم افتتاحه سنة 2013 طيب 13 يناير ده بيتم في التاريخ ده الاحتفال برأس السنة الأمازيغية حسب التقويم الأمازيغي بتاريخ الاحتفال باليوم ده بيرجع العهد الفرعنة بعد ما هزم الملك الأمازيغي أحد ملوك الفرعنة في معركة وتولى منصبه سنة 950 قبل الميلاد ومن وقتها الأمازيغي يحتفلوا باليوم ده في كل سنة كذكرى والسنة دي تعتبر بتقويمهم سنة 1969 بالتقويم الأمازيغي 2018 كانت أول سنة يتم فيها الاحتفال برأس السنة الأمازيغية في الجزائر بشكل رسمي بعد اعتماده كعيد وطني وأجازة رسمية هناك